والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللي بيحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك له المرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربه أكرمًا وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربه أمانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم وَلَا تَحَضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُنُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّالَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَّابَهُ أَحَدًا وَلَا يُنْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ترجمة نانسي قنقر